اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا غلط كبير، أنا مرضيتش أن أجبر الموضوع وعمل استجواب لسيت الوزير في المجلس قلت أتكلم حريك ونحاول نلقي مها بشكل ودي أنا أحكي لحضرتك سامو عليكم، أزاك سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم لديهم إلهي لقيمة ملحاول أبو خليل أتكلم سامو عليكم مرحب رجوعك لنا لقد نورت الحارة يا أيما عبد الله عالسلام أبو خليل عبد الله عالسلام أبو خليل انا كنت جائي من ليبيا دخلتك علينا الحارة بالدنيا وليس فيها ما أقول لك؟ المعلم عاوزك جوا يا سيدا تبدأ علي بالليل لا، هذا حوار مهمه لا يتأخرش ما تأخرش ليه جايله اطلق ومستني لحقنا اقرص ابراهيم المعلم مستنيه ايه باش اتكلم اللي بتقوله ده يعني اللي سمعته يا سليم والوزارة عنده اخبر بالموضوع ده وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهاردة تفتيش ايه ومصر ايه كله ده عشان حتة عائل زي ده صيبك بقى يا سليم من فتحة صدرك دي لان الموضوع شكله كبير ونصيحة من اخوك حاول تكلم حد ما تكلم حد اولا ولاي حد كان زمان ايه قعد هنا خلاص حاول ترتب كلامة انت كده كويس وطلم الموضوع في التحقيق خقول الواد ده تعمله في ايه مالكش دعوة بالواد يعني ماليش دعوة مش هاللي جايبه اه بس انت مالكش دعوة من دلوقتي بالتحقيق ده ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترع علينا وعليك مش اشرب الشاي ابراهيم ولا تحب اقولك يا دكترة زي الناس ما بتقولك والله اللي تشوفها معلم البهاي من كتر ما بيقولو لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقيقه حيي دي بس غلاب يا معلم وحصتهم للغنى هتدفع الفلوس اللي عليك امتى بخليل ان شاء الله هدفع يا معلم بس انت بس تصبر علي سبعين ثلاثة وانا هسدد وديتك بدل الفرصة عشر احمل ايه بس يا معلم انت عارف ان انا عندي عروسة بجهزها والحجم بثلاثة جنيه بقت بثمانين جنيه ولا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم الدنيا بتدربك فوق دماغي من كل ناحية بس يعني طول ما انت عملت اشتري فاكهة لبناتك هتسد اللي عليك ازاي يا معلم انت بسس الاثنين كيلو الفاكهة اللي بجيبهم للعيال دول ولاية وغلابة وملهمش حد في الدنيا غيره ومش عايزوا بطلعوا محرومين ربنا خلهم لك ابو خليل انا بس بنوارك هو حساب ابراهيم كام يا زلطة تلاتة وخمسين الف وربعمية وبده يبقى اربع عشان ايه ده يا معلم تلاتة وخمسين الف ليه ده هم كلهم تلاتة وثلاثين الف جنيه وعلى ما تيجي تسد ده حيوصلوا خمسة وخمسين الف جنيه وشوية حرام اليك يا معلم كل دي فوائد انت بتخولني ابراهيم كله بالدفتر واسأل زلطة حض الله بنه وبن الحرار حرام ايه بس يا معلم بس ده كتير قوي ما هو التأخير عليه فوائد انا لو بنك كان زباني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات انا عشان بنك حلين عندي حل خير يا معلم اقول اديني بفلوسي بضاعة ونبقى خلصين بضاعة بضاعة ايه يا معلم هو انا عندي بضاعة بتاجر فيها ولا حلت حاجة اه حلتك انت مش ماسك عهدة المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها اديني بفلوس بضاعة شوية حقن مرفين على شوية ترامدول تشكيلة استغفر الله على الحزين من كل زنب عوزه بالله من غضب الله ليه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم ده صاح يا بو خليل وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نائدي كاش هتبقى سبوبة ولقم تعيش ليك وللبنات لقم تعيش بس يا معلم هاكل بناتي حرامة حرام عليك يا معلم ده بضاعة امانة عندي عشان ياخدوها المرضى والعينين مش عشان ادقى لك تباعة للمدمنين لا يا معلم لا وبعدين يعني الحكاية مش سهلة كده يعني زي ما انت فاكر ده 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 فيها تحقيق ولازم اسلم الفارق وفيها حكاية كبيرة يعني بص يا بو خليل كل ده ما ليش فيه ده شغلة كنت تعرفوا بمعرفتك خلصوا بمعرفتك هتلاقي ميت حالي يومين تفكر وترد علي وتقولي بقى هتجيب الفلوس امتا يا ام بقى تقولي هتسلمني الحقان ازاي استغفر الله الاسم الله يخرب بيوتكم حبك التحشش وانتو داخلين على اللجنة يا بهايم والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحتة دي حصل خير شوف حد مساوين ياخد وستاذ عطف المحامي يروحوا الصف يسألوا على سامير ويجيبوه ولو محتاج دكتور يوعدوه لدكتور شوق هم هيسيبو يا باشا ومن ام تحد من الحكومة بيهواب نحي تحد من رجالتي يا باجم اعمل بقولك علي واباخد بيتي اليوم اجازة واضح ان انت عصابك بازط والله يا باشا معرفة لما على جدتي من الصبح يالله غور وبعد علي بكرة يا موزة ما تجي شوية صدقني يا ياسر انا فكرت انت فعل الإنسان كويس قوي وما فيه ازايك وأي واحدة تتمنىك بس أنا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش ناوي يفتحه تاني وأنا مستعدة أدور على كل المفاتيح اللي في الدنيا بس المعمة لما أفتح الباب ألاقيكي وبعدين يا فريضة يعني أنت مش شايفة أن الكلام اللي أنت بتقوليه ده لسه بادر عليه بص أنا ما تكون واحدة في جمالك وفيش ياختك وفي سنك سني إيه بس وبعدين أنا خلاص بيت بتعمل إن شغلي هو أهلي وبيتي وعيالي وجوزي ومتعيلي عشان كده أنت بقى كمديري مبسوط مني ولا أنت عايز نزع عليك فريضة أنا بحبك عشان خطر ياسر متصعبهش علي أكتر من كده أنا فعلا بعيزك بس كأخ وصديق وأنت مسألة الأعلى في الشغل ده أنت اللي معلمني كل حاجة للحد ما بقيت أنا وإنت مسكين قسم الشبكات كلها يعني أفهم من كده إيه مفيش فايدة هو أنا اللي مفيش مني فايدة بس إن شاء الله ربنا هيبعد لك اللي أحسن مني اللي تستهلك وتستهل حبك لها أمو أنا أسيبك براحتك يا فريضة بس يا ريت تحولي تفكري تاني بعد إذنك هيا يا سلمة إزايك يا حاولتي؟ عاملين إيه؟ وطنطة كويسة؟ قلت عايزة بس قعاتي عليها النهاردة عشان أديها فلوس كفالة الياتيم بتاعت كل شهر هتتصرف إزاي؟ بتاعتليش هم إن شاء الله ربنا هتصرفها من عندنا يا ما قلتلك بطل بعطرة يمين ومش ميل بعطرة؟ أنا بابعترة يا ساميحة هو أنا بصرف على حد غير كنت والبنات نصرف بالعقل مش كل ما بدت تطلب حاجة تجيبها لها وخلاص يا براهيم ما قلتلك يا ساميحة ربنا هيسهلها إن شاء الله هيسهلها إزاي؟ هتبيع بط من البنات؟ وقال لها تطوع حسن الضبع وتخش السجن؟ ما تقوم تعملين للقمى نفتر بدلا ما أنت يعادة تقنيب فيها كده أنا على لحم بطني من مبارع يا حبيبي أخويا حيلا حيلا والفتر هيبقى جاهز اتفضل يا طن حرفت يا عبال كل شهر بس ده لسه بدري قوي على أول الشهر أنت عارفة بقى زحمة الشغل أول الشهر فخفت سقط الحوار أسقط الحوار؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ أصدع تنسى يعني يا ماما ما أنا عارفة يا لمدة أنا بس أصعبان علي لغتنا الجميلة اللي قعدت تقدر سيعت العمري تتبهدل بالشكل ده السليم أخبره إيه؟ يعني قصدي عامل إيه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله يا حبيبتي ربنا يجيبوا بالسلام يلا على المطبخ حضريننا الغداء وعملي حساب فريدة معي لا لا تعمل حساب فريدة أيه ده أنا ماما مستنياني على الغداء من بدري ولازم أنجري عن إذنكم باي 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 يا حبيبتي الحمد لله على السلام يا سليم كنت حسن أنا أشوفك أنت كويس؟ كويس أبي طيب خلي بيلك أنا نفسك دي كمان موسيقى اشتركوا في القناة ما لك يا سليم إبراهيم يا إبراهيم قوم يا إبراهيم قوم خير يا سامحة في إيه؟ الساعة جاءت تسعة لا يا دوبك العيشة لسه مقدينه حرام عليك يا سامحة بتصحيني ليه طيب أنا مش أقل لك ساحيني الساعة تسعة عشان عندي وردها لحد الصبح أم أم رحمة برّ عايزيك عايزة مني أم رحمة جاء تخطبني منك تخطبك إيه بس يا إبراهيم بنتها الصغيرة عيّانة وعايزك تبص عليها قوم يا أخويا قوم دي ولية غالبانة ومتعشمة فيك طيب هعمليلي قهوة على مخصي بإداية وطعها روادي ماشي ما تتأخرش أنا مش فاهمة إيه اللي افتردت يعني أنت تخاطر بحياتك عشان تمنع الأشكال دي فيسيبهم هم ويخاقوا معاك إنت ما ليش يا بنتي إن شاء الله تحقيق يطلع سوري كده وخلص ما تقاليش اللي فهمتوا من المأمور لصاحب العربية ده طيلاً وهي يجدوني عليها خلاص خلص خلني الظرايع قوم نام ورتاح شوية بتجاية عباد من الصفر عشان بكرة ما تروح التحقيق تبقى فاية جده ومركز يا ستي خلاص مش فرق اللي يحصل يحصل بقول لك إيه سليم بص تدخل معهم معاك وانت رايح التحقيق وتعملهم حابة بمتوع ابني يا سعد الزبط ما عملش حاجة وصدقني محدش هيكلمك خالص أيوة كدت حكي يا سليم وفكها إن شاء الله خير إن شاء الله بسبيع لله ونعمة بالله بقول لك إيه يلا نروحنا مضى في القودة أنا مش الفلبنية اللي حاجة جايباها يلا بقولك يمشي يا بنتي من هنا بتخافيش يا رحمة يا حبيبتي انت زي الفل وهتخفي وتبقي حلو قوي بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحب أهب يعني مدهاش مضى الضحية وياخوية يا ست اسمعك الكلام اللي بقولك عليه اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل إن شاء الله يعني مدهاش دكتور يطميني عالبيت دكتور إيه بقى وانت شايفاني سمكارسة يا رط وماللس سمكاري يا خوي ما أبو رحمة سمكاري خلاص يا ست بقى وديها لأبو رحمة بقى ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجة يبقى يردلك جرح على البارد وملاش أدوية بقى ولا ده كثرة مش القصد يا خوي بس انت يعني اسمدل على مقامك ممرت يا ست امو رحمة نتمرجي اه بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجة لما كن متأكد منها فلوسك كتير بقى انت وابو رحمة وعايزة غرامي روحي وديها الدكتور بس هيقولك نفس الكلام اللي أنا قلته لك ده بالزبط خلاص يا امو رحمة اسمعي الكلام بقى حاضر يا اختي حاضر وليك علي يا ست لو مرتحتش على الدوة ده وخفت بإذن الله انا هودها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي ربنا يخليك لنا يا اخويا وما يحلمناش منك ابدا الله يخليك يا امو رحمة ما تعودت خرطي لك شوية كسة مع سماحي لا يا اخويا عندي محشي السلام عليكم يلا بيت يا رحمة يلا بيت يلا بيت يلا بيت حلوة رحمة يا حسن مع السلام سلام علي حبيثي مين سماح؟ ها؟ مين سماح؟ بتعرف واحد اسمها سماح غيري؟ والله الواحد الدماغي مقلوب انا صحي منهم مش دريان بحاجة ساميحة إلا واندي بتحشر خار يا ساميحة أقولها انت محبن سلطة شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم هم وهي الزقوب لا رش حقك علي اهم كله بسواه؟ انت فكر ان انا نزعلان يعني ان انا مش دكتور لا ولا زعلان ولا حاجة الحمد لله انا عارفة عارفة انك كنت جاهد مجموع كبير في السنوية العامة وان الله ابوك الله يرحمه كان زمنك دلوقتي دكتور قد ابتالي؟ يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفتي الدكاترة ومرتباتهم عاملة ازاي وحلهم عاملة ازاي هاسعبوا عليكي هتقولي التمرجي ده رحمة هيبقى نقص كده تطلع 20 جنيه من جيبك وتدها للدكتور منك ناهاهاهاهاهاهاها طيبة حكيك يا شيخها والله يا سامح ما بيهاون علي أهموم الدني دي لي ضحكتها اللي ده حكيت به اسلامي يا حبيبي صحيح انت هتعمل اييل ما لحصني طبعا طبعاً يا فنن ما عليك عارف كمية الضغوط اللي بتعرض لها ومع ذلك اناش ممكن اغير موقفي عبداً الفاسد لازم افضل وراها لحد ما اكشف فساده ودفعه التأمن تحت عمر ما عليك يا فنن من اجل الاستجواب لحد ما حالك ترجع علي بس طبعاً سيادتك لو لقينا حل ودي جميل اعترفتهم بها مبسوطة وبعدين يا سلي يا عماد بي العربية كلها كنت مع بها حشيش وهي فين العربية دي ساعدتك عارف عارف انها هربت معنى كده ان ما فيش قضية وبعدين يا اخي انت رح تفتش عربية عليها حصانة من غير ما تأمن نفسك ده كلام يا حضرة الزابط يا بش يا طريق اللي كانوا جايب منه طريق بيت سليمان عرام يعني اكيد جايين بمخدرات وتميم اكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده اه حتى لو انت ما عملت الشغلك مزبوط وهم موقفهم القانوني سليم وبعدين يا اخي انت سيبت دنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان الدرب ده بيسمع في كل حتة يا حضرة الزابط انت مش عارف اللي بيجرى حوالينا الناس كلها حطانا في دماغه يا بش انا افتكرته هيطلع سلاح افتكرته افتكرته واحتمال وجايز انه انت ظابط مباحث تقديراتك لازم تبقى سليمة مية في المية احنا مش بنقرك كاف عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر شغلك القديم والملف بتاعك بيشفعلك انا حكتفي بس بلفة النظر وتاخير الترقية ونقلك من مكانك يا بش انا ما ينفعش كده بكرة الصبح اتعدى مخلاع طرف وبعد بكرة تستلم في اسم العمرانية واحمد ربنا ان ما نعلتكش الصعيد سيادة الوزير مش عايز حركة كتير ظابط المباحث اللي هناك من حصن حظك عمل حدثة ومش هيرجع قبل اربع شهور اتفضل يا استاذ ومش عايز مش اغبة تاني اوي من ساعدك اتفضل الظابط اللي خرشمك خد جزر اتنقل عشان تعرف ان انا رجالتي بحد شهدر يقرب منهم جزر يا كان هيبوتني يا باشي يعني مخبور يتخرشم زي ما عمل معايا انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحة والجاية منتعرف ان ده تقرينا كل يوم ازموت كلام ساعدك يا باشي على الموم هو اتنقل اسم العمرانية يا ريت ما نهوبش ناحية الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني بس انا اتنخط على اخوانا يا باشي اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغم عليك وتتخرشم وترفي غيبوبة جا تكنيلة جايبك تحميني ولا عايز اللي حميك الحمدلله يا باشي واسم العمرانية مش بايد بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد عشر سنين ولا مصيبة وراحت لحالها ماتعرفش من الراجل ده تاني خلصت 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 امشي انا انك بل ادم غريب صحيح حد يزعل انه مش حي يتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا شكتو كده كان ممسوط وهو بيدي عننا يا ماما لا باش كنت انت كاملتش فاهم حاجة انت عارفة كويس ايه اللي مدهينة بالنقل لا لو كان جيف معاده ومزبوط كنت مبسوط بس ده جالي بجيزة بيعاكبونا عشان مشوف شغلي بس شفته غلط شفته غلط ازاي يعني عشان مسكتله مشوقت عال صيعة حصل ايه بقى لما تسرعت ومسكت شوية الصيعة العيال الصيعة دول تلعب وانت اللي تأزيت صح عندك حق كانش وقت وخلص يا ماما الكلام ده ماما الوقت وقى انت بقى لما يخش السجن ولا يتأذي بعد الشر يا ماما تقوليش كده دايجني الوحيد انا محيكتيش غيره في الدنيا وبعدين بقى الحق ما يزعالش مانا طول عمري باشتغل عمري مغلط مرة واحدة ايه ماما علش لما تكوني ناظرة في مدرسة غير لما تكوني ضابط بوليس خلص اخوتي دخليله الطبق ده بس ايه واحد قوليله ان انا اللي عملته دي يعني مش واش حاضر حاضر حاضره اسفت يا معلم ما انا قلتلك اسبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي ما انا مش فقدي عندي فرع في طنطر بعدين الموضوع مش محتاج تأخير مش محتاج تأخير ازاي؟ دي جناية ووصلات الامانة اللي عليك مهجناية برضو يا بخليل كده برضا معلم ايه دي اخرت العشرة والجينة عايز تحبسني بوصلات الامانة اللي عندك حبسك ازاي تفل من بوقك الله ايه نحن جنان واخوات وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومة يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص دي عهدة يا معلم بس تلمها بتتسجل في دفاتر واللي بيفيد منها واستخدمه برضو بيتسجل في دفاتر مستبهللة يعني ما هو عشان مستبهللة بندفع فيه الشئ وشويات طب والفوارخ هرجعها لك اول ما اخد اللي جواها ماشي يا عم ما ينفعش همعلم ما ينفعش ارجوك تفهم بس الحكاية الفوارخ دي همعلم اللي انا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضو طب خلاص اسحبهم لنت في سرنجات وخلي الفوارخ عندك أظن كده بقى مليكش حجة بقى بتلمي هدومة وقرية حالفين يا سليم انا كده هبدأ أصدق بقى انك عايز تنش ويسيب البيت امشي روح فين يا بيت انت يا قبلة رايح اخلي طرفي لازم امشي الوقت عشالح ارجع بكرا طب او انا ممكن اخد من وقتك دقتين دقتين ساعتين يومين اهرب راحتك يا بنت انت فيه زيك في الدونة دي كلها يا حبي انت اللي مفيش زيك خالص عايزك تتأكد من انا وماما عارفين كده كويس اوي احنا بس خايفين عليك تخافوا عليك خلاص بقى اللي تخاف منه حصل خلاص فيش حاجة ممكن تحصل تاني يا حبيب النقل ده فرصة كويسة اوي عشان تقعد معايا هنا انا خلاص هتجاوز مش هتشوف وشتي تاني خلص لا يا اختي ما تلككيش باي اتجاوز انت وماكيش دعو معاني بصراحة بقى خطيم كده معلش يعني هو كله حبيتي هو من ناحية كلح فهو كلح بس اللي لقيته يعني صدقني ان عادت ادور كتير قوي عشان خطر اراقي واحد حلو كده وامر وبشان الخرامي يا بنت اتعلمت البكش ده فيه والله ما بكش يا سليم لو سمحت من زعلشها من ماما انت عارف ان هي من الزمان بتحب النظام وميري اكتر من ميري نفسه معلش اي زي اومي برضو خلي بالك من نفسك منت كواني حيالي دي قصايا يا رنت لا لا الله حمد رسول الله سليم بيه سليم بيه والله هتقطع مين يا سليم بيه انا شاد في التحييب اللي حصل بس صاد الله ودي حتنته بولك يا عويس عايز بان الخدمة او مر يا باشا فاكل عائلة احنا شفتهم في الكمين ايو فنو لو شفتهم اينا تاني عرفك كنو فنو بيعملوا دي بلغي حاضر يا باشا ايني ايه يمسك الشنطة دي فيها يا ابن وفرين على كام كوفية جوا بلد لو سقعت ولا حدا من عساك الساعات خلي بيبنسه تشكر يا ابن رسول يا غالي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايه ايه اللي جيب الدودة عندك في القودة ايه ده انتي بتفتش في قطي ولا ايه لا انا مكنتش بفتش في قطك انا كنت بوضة بالقودة ولايته في الدورك ماما انا عرفت نشرة الدوة ده انا عرفت ان هو دوة للقلب انتي عيانة؟ لا يا باب مش عيانة ولا حاجة انا تعبت شوية روحته للدكتور كتب لي الدوة ده وباخده وانتي زي تخبي علينا حاجة زي دي والله لما يجي سليم هقوله بقى هو يتصرف معك قرابت انتي بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظبط على نفسه انا بحذرش على فكرة بس انا بقى بحذر ايه قوي حبيبتي الجبير يسيرة لما يجي عشان خطري لا ايه 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 يا بنتي حبيبتي ما يبقاش مخ كناشف هلما صدقنا ربنا هدى وارتح في شغل بسه ما يبقاش اخبي عليها حاجة زي دي هيعمل لي ايه يعني هو انا عيلة صغيرة عشان يعقبني عشان خطري عشان خطر ماما ايه هجيبي سري للودة لما يجي هزعل منك بجد خلوص حضر اتفعني بس توعديني انك متخبيش علي ايه اي حاجة تخص صحتك الا والله هقول لي سليم على كل حاجتك ايه يا جدع ما تبقاش مجنون تا مين باش قالك تنسى الموضوع ده نهائي يقول زي ما هو عاوز لو هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق ما هو جابلك حقك يا سامير لو انت السادق جاب حقه هو يحمي بضعته وراحة جاية عالطريق لما حق انا اعرف اجيبه يا ابني اقل ده ظابط والله لو كان وزير الداخلية ليه حقه هجيبه من حباب عينيه يهبي يهب 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 ليه يهب 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 انا كنت عارفة ان مقابلتك للاس مسليم ده مش هتعدي على خير هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده ده مش هبل يا ماما وبعدين انا قلتلك ان انا قابلته بالصدفة ملحقتش حتى اقف معاه فياريت ما تكبريش الموضوع بقى تعاليه انا كلميني ما تسبينيش كده وتمشي الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي تقدر يتقوليلي عملتي ايه مع ياسر ما عملتش حاجة رفضت بالزوق رفضت بالزوق يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي وبعدين شريكي وحيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني ووافق ان انا اشتغل الله على العزم انت مدمينة يا بنتي يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقتيش صغيرة كل شيء نصيبي ماما انا هتأخر على شغلي انا عليك يا بنتي ابنا اهديك انت ليه بس واخد موضوع النقل ده علي انه جازة اسليم بيه مش جازة القيادات بتوعش اكوك انك وحش فقالوا نقولوك في حتة ليه بيك ابنا خليك اطري بيه انت اكيد عارف سمعة الديلت الاسم عندنا حتة كلها لابة شملان مشاكل عارف بس انت دلوقتي العائل المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت مش دل درجات ده يعني وملحه بص اي زابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره وانت ما شاء الله سمعتك سبقاك زمانهم عاملين لك الف حساب من قبل ما يشوفوك حد مساعدتك من تعارف بقى السيت ولا الغينة لا اسمع مني بس هما مش هيعدوا المسألة كده هيحاولوا ينكشوك ويجربوك وشوفوا مريطك ايه بس ايه ديتها بس لما تعمل نمر اتعلم عليهم بعد كده كل حاجة تمش تماما ببني سهل وعلى فكرة انه لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم يعني اللي تعمل معاك في الصف وعمر ما هيحصل هنا ربنا يسطرها تعال يا زناتي صباح فول يا باشا مصر صباح الخير زناتي بقى اقدم امين شرطة عندنا هنا في الاسم بتقدر تقول عليه اقدم واحد في الاسم كل يمكن يكون اقدم من الباشا مأمور ناسه بوات جدع ورجولة بنعتمد عليه كتير في شغلة ربنا عايز الساعتك اطري باشا سليم بي معاوني بباحث الجديد عايزك تفضل معا النهاردة تمامك اوامره بالحارف اه؟ نهارة اسم العمرانية باشا تعيش يا زناتي على فكرة زناتي كمان من سكان المنطقة يعني ليه عارف كل الناس وكل الناس عارفها؟ فبي سهلينة شغلينة كويس بس كده الموضوع ده عمل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بلا يا باشا مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى ورايبك اللي عايز خدمة من هنا ومن هنا وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس شو يا المواظة يا باشا مفهاش مرادية؟ انا ليه مش عادة ليشوله على رأسي انما اللي يغلط للا عندي لحقوق ولا جينة ولا اي حاجة طب يلا زناتي مع اسلين بيه وريله مكتبه الجديد والنهاردة انت تمامك مع انت والنهاردة راحة مش شغل او امرو تتنفذ او امر يا باشا يلا افضل اسلين باشا اعريزك باشا افضل يا باشا افضل يا باشا ربنا اسطر موارت اللي اسم يا باشا مصر وسيد ساعتك وصل من قبل بتيج ربنا خليك يا زناتي افضل يا باشا افضل ساعتك يا باشا نهاردة باشا انا مش عايز ساعتك تشيل اما اي حاجة طول ما انا موجودة باشا يعني هتعرف دمت النملة في الدايرة من قبل ما تحسك كأن ساعتك موجود في الشرع للنهار لو انا مش جاهد على المكتب عطلة يا زناتي انا بحب اشوف شغلي بنفسي وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قولت العفو باشا مصر اوامر بس لما ارزة باشا الشغلي هنا غير ومنطقتي كلها لابش وغارش وانا اضربيها وانا زبط مباحث مش مدارب بل يا زناتي واكيد دا سمعت عني زي ما بدون مش كده ولا ايه طبعا باشا 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 يا زناتي هتلي بقى القاضي المتعلقة والمحاضرة متعملش فيها حاجة عشان نبص عليها اوامر يا باشا مصر بكرا الصبح ان شاء الله خون القضية الوقت يا زناتي اوامر يا باشا ادومنى بحاجة تاني اه ساعدتك اوامر يا باشا مصر ا lamb movie اللوجة يا زناتي مصر تحتابر ساعدتك بASSا وانت اسمك زناتي ايه اسمك السلسة يعني اسم السلسة حسوض ball damage انا باشا تطلعلك فاسبرنوب paralega اه شان لو حبيلت تسافر قريب ممكن برد امر واساعدتك زناتي الساد زينهما باشا دناتي السيد زينهم ها؟ زينهم باشا تمام بفضل اي امر باشا مصر ايفل ببرار امر باشا مصر كلوو يا ابو الانوار سباح الفل زكي باشا اخبارك يباشا لأ عدت عليكم في التفتيش مسيطة عشان طام عليكم لا ما فيش حاجة حاجة بسيطة كدا كت عايزك في خدمة صغير لا ده 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 امين شرطة كدا اسمه زينتي السيد زينة اشتركوا في القناة